تصادف هذه الأيام الذكرى السابعة لتتشيني مزار الطبوية ماري ألفونسين المقامي في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في الصلط حيث خدمت ألفونسين في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطرياركية اللاتينية لمدة سنتين وكان أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتتشيني المزاري عام 2016 برعاية البطريارك فؤاد الطوال وحضور شخصيات دينية ورسمية وعامة وجموع غفيرة من المواطنين وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وتخليدا لما قدمته القديسة ألفونسين من خدمة لمدينة الصلط وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء